بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاري الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم ندوة الحنج دكتور صالح هناك وسائل يمكن إن شاء الله أن تلخصها لنا في عجالة وسائل تحقيق هذه الشروط في الإنسان إنسان رغب أن يكون عمله مقبولا يحب ذلك لكن كيف الوسائل التي توصلوا إلى هذا من أعظم الوسائل الفقه في الدين بأن يتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى ويتعلم ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي المؤثرات في الأعمال التي تؤثر فيها بالنقصان وما هي المكملات فالخلاصة أن أعظم وسيلة للإخلاص والمتابعة وتحقيق هذه الشرطين العظيمين في قبل العمل هو أن يفقه الإنسان قبل أن يعمل والتربية على ذلك قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فلا يمكن الإنسان أن يحقق هذه الشرطين إلا إذا فقها حقيقتهما وفقها ما يضادهما من أجل أن يقوم بذلك وكذلك ما أشرتم إليه من التربية على الخير فإن من أعظم وسائل الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم التربية على ذلك والبيئة الصالحة ومجالسة أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الفقه في الدين الذين يبصرون الإنسان ويوجهونه ويرشدونه هذا من أعظم الوسائل لتحقيق هذين الشرطين